ا北حان اوكي المقطع هذا كان المفروض ينزل لكم قبل أسبوع بس اليوتيوب ابن الحادي انظاني انذار على رشادات محتوى ما رسным أكثر بقتفاصيل بس المهم انه منعني من تنزيل المقاطع لمدة أسبوع مو مشكله النتوبر ايها هي مرحة من اليوتيوب خاصته انه صارتنا حوالي teaches formula 3 شهورر bor Daily ننزل بشكل يومي المهم مقطع ان اليوم رح نتكلم عن المشكلة أوني بين وسام أحمد مساد طبعاً زroit اذا دمر و رح عدم والسام نغز أحمد مساد بمقطع غرفة الصراحة ثلاثة اللي مفروض نزلكم حوالي قبل أسبوع رح نتكلم على هاي النغزة بس بالبداية خلينا نرجع للبداية ونشرح القصة شلون صارت وشلون وصلنا إلى هاي الدرجة اوك بالبداية خلينا نعرف عن ويسامو أحمد مساد نبدي بوسامو هو يوتيوبر سوري عمر 26 سنة صاحب قناة بيها 4 ملايين ونصف قريبا أما أحمد مساد فهو يوتيوبر أردني عنده مليونين ونصف قريبا وعمره 33 سنة البداية كانت ما بين ويسامو أحمد مساد يقدر نقول عبارة عن علاقة صداقة ما يقدر نقول أنه هي صداقة جدا قوية ولكن على الأقل كانوا يظهرون أكثر من مرة سواء بالبثوث اليوناء أو يتقون شخصيا مثل مصارب تركيا بعد ملتقى أحمد مسادو هي ويسام من الواضح أنه ويسام كان يتابع أحمد مساد من قبل فلهذا نقدر نقول أنه هو يحب أحمد مساد وتعرفه على بعض إلى مدة معينة إلى أن فترة انقضعت فيها هذه العلاقة إيش السبب؟ السبب حسب ما عرفنا من أحمد مساد اللي هو في يوم من الأيام تم تنزيل أغنية بعنوان بيضة اللي هي تعتبر واحدة من أسخف الأغاني ممكن تسمعها بحياتك طبعا إذا أنت شان تعجبتك على الأغنية فأتوقع يعني أنه أكو مشكلة بسمعك المهم هذا مو موضوعنا هذه الأغنية مثل ما عرفنا اللي كانت جدا بايخة وبنفس الوقت انتشرت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ومثل ما نعرف أحمد مساد يحب يجيب المواضيع الترند يعني ويحجي عليها ومن مواضيع هاي اللي هي كانت هذه الأغنية هذه الأغنية كانت ملحنها أو اللحن التبعها الصانعة اللي هو وسام وبنفس الوقت كان هو المخرج طبعا أحمد مساد انتقت هذه الأغنية ونقدر نقول مسخرها بالكامل وبنفس الوقت نقدر نقول نغز وسام لما كانت قلدة شخصية المخرج بالمقطع ما تدي مثل دي يسوي سخرية من المخرج اللي يسوي هاي الأغنية ومن الواضح بعد هذا المقطع انه قطعت العلاقة بيناتهم طبعا نحن هناك كل شي ما نشنا ندري وما حد اساسا يعرف انه هاي الاغنية اساسا من نملحنها ولا نعرف انه صارت مشكلة اساسا ما بين احمد و وثام الى من يوم بالايام تقريبا حوالي سنة وثام نزل اغنية بعنوان فيديو كول واللي هي وكانت عبارة عن فيديو كليب ونقدر نقوله الطريقة جدا غريبة حوالي انميشن صراحة الاغنية ما كانت جدا جميلة بالنسبة اليها ولكن كانت بها يعني هي دستراك منقدر نقول هي دستراك كانت على على اثنين يوتيوبر اللي هما احمد مساد وساري جاد طبعا الفلو اللي نغز بيبوكتا احمد مساد لح تسمعونه حاليا ممثل رائع شعره ناكشو بس بالواقع جحش ناكشو لو بيقلك عاشره معاشره وكاشفه تجارة بالقضايا بحسبوها بالثواني تاريخي اسود بس تاريخك هاني بالأول حبيتك حبيتك كحرامي مخك بلحزة راح ضل شعرك قدامي طبعا الافتهمها فهمها والمفاهمها ماذا حابين نسوي مقطع عنه ايش قزة وسامب هذي الكلام ممكن نسوي عليه بس المهم بالمختصر انه هو كان يقصد احمد مساد طبعا هذ الوقت متابعين جدا استمتعوا وانا حس صراحة المتابعين جدا يستمتعون من الصرعات من اليوتيوبر وكنا تجندا ننتظر رد احمد مساد هل رح يكون بديستراك ولا حيكون برد بمقطع وبالفعل احمد مساد نزل بمقطع وتكلم وطبعا اكيد كنا خيب ظنه لما اصار هذا الشيء شركة جوجل لاحظت من الالفين واربع لهديتها السعيات زادت نسبة سؤال الناس عندها بكلمة كيفة مية واربعين بالمية يعني كل شي ما بنعرف نعمله بنكتب لعمو جوجل عمو جوجل كيف بحول هذا الفيديو لانيميشن شكرا عمو جوجل عمو جوجل كيف بسترجي هذاك التيكت السخيف المحروق انه يجيب سيرتي مع انه بيعرف اني شخص هادف وهو شخص انشار بالتحديات والنسوان والبياخة عمو جوجل كيف مرات بيكون التجاهل افضل بمئة مرة من انك تمسك حدا وتمسح فيه الارض عمو جوجل كفة يحطون مية وسبعة 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 هو مخيب ظنه يعني هو شغلة زين انه ما حب ان يسوي عركة او مهاي وبالفعل هو قرر انه يحتفظ بحظ اه يحتفظ اوكي ونقدر نقول انه هو احتفظ بحق الرد وبالفعل ما رد عليه ولكن وراها تقريبا بسبوع ولا اسبوعين نزل مقطع واللي هو كان عبارة عن مقابلة وهي بلنت تسألها خمسين ستين سؤال طبعا هذي المقابلة صار فيه سؤال على وسام ولي هتشوفوه حاليا وخلينا نشوف شنو كان رد احمد مسار انه فتحنا سيرت اليوتيوب في يوتيوبر هاجمك بغنية انت ناوي ترد عليه اما ليه احيه هي سيبة ولا ايه قصدك المعجب يعني عادي مرات المعجبين بيستفزوك عشان انت ترد عليهم لانهم بيحبوك بس على الاكيد يلي بيحاول يذيني بقول له ما لك بأختها طب ليش؟ ما لك بأختها ولك ما لك بأختها انت يا بني حلال انت وي ما لك بأختها يا ساتر شوفي انا سبب الهجوم ما بهمني انا بهمني تربيتي بهمني اني اضل بناصل ومحترم ومحترم الصحبة اللي كانت موجودة هو اكيد ما رح يقول للناس انه متدايق ليش انا هاجمت اغنية بيضة بيضة السخيفة اللي هو اعمل لحنة بس حاليا صعب اني اكون الخبز والملح واحكي عليه مثلي مثل غيري وصعب اني ارد على شخص اختصاص والتحديات وتضيع الوقت على الفاتح السؤال التاسع اوكي اذا الى الان احمد مساد قال انه رح يتجاهل الموضوع بس واضح انه متجاهل الموضوع طبعا هنا ما منحازل اي احد بس جايحشي الحقائق ونقدر نقول انه احمد مساد رجع حجة على وسام مرة ثانية اوكي شنو حصول وراها اوكي وراها تقريبا بحوالي شهر وهمنا تقريبا نفس الشي احمد مساد صار كل ما ينزل مقطع كل ما يصير مثلا يتكلم على المقاطع السخيفة يجيب سيارة وسام مثل ما حشوفون بعض المقاطع ما رح حطولكم ايها كلها لانه وايه صراحة اقول لكل شخص بحبني انه ما ينساق مع القطيع وما يشب حد ولا يهاجم حد الا هالي سقيطة هذا وغدر فيهم وتصرف مثله مثل الجاسوس اللي رخيص يلي ممكن يأذيك بس عشان مصلح بما انه يا جماعة الخير الكل عم بنشر مشاكله على السوشال ميديا خصوصا هذولة جماعة التافهين تابعون اليوتيوب اللي صاحب خناة فاصول يا لالولي ها عرفتوه ماشي فهي المهم فقررنا يعني اه نعرض مشاكلنا على السوشال ميديا مثل ما شايفين حتى اساسا صار يحط صورته اساسا الوسام بالمقطع ما اعرفش انه صراحة وش نسبه بس منقدر نقول انه بما انه اساسا مرد فممكن انه نقول انه عادي مش مشكله وحاليا ويسام بمقطع غرفة الصراحة ثلاثة طبعا رد على احمد مساد نقدر نقول انه غزة مثل ما قلت متوقع اغلبكم ما اعرفوا لكن هادي هي اللقطة هالايام هالايام لا ما في حدا بين ظلم هالايام يعني انه ما في حدا شو بقوله اصير حربة وكله بيتمسكن وكله كزر وانما بحس انه في شخص هيك شوي يعني اللدع شوي زيادة على الوزوم تلدع يعني هتش الفكرة انه انا مره انتقرت حدا بانتقرت يوتيوبر انا مره باغنية فهو يعني كثير كثير زعلني وقته وكثير زعجني طلع قال انه رح يجاهلني وما رح يعبرني وما عبرني كثير دايت انا حسيت حال كثير انه شو ما عبرني رد طلع تاني مره وقال انه رح يجاهل برضو بدايت رد طلع كمان هيك شع عشر مرات وبرضو يعني عمل سلسلة تجاهل وبعدني عمل دايت وعما تجاهل وعما تجاهل وبرسة فيها الموسم الثاني من تجاهل على انتفليكس ان شاء الله طبعا في منكم عضلة انه كان يتكلم على جواني بس لا هو ما كان يتكلم على جواني هو كان يتكلم على اللي هو احمد مساد للموقن هو ما كان يرد وهو كل شوية يطلع ويقدر نقول انه يرد بس يقول انه مثلا حد جاهله هو مده يتجاهله كل شوية يطلع ويحكي على الوسام اوكي شباب طبعا اكو حاليا تحديث ايجا طبعا اليوم اندى اصور لكم مفضل باشر ينزل للمقطع تحديث صار اليوم واللي هو من احمد مساد طبعا نزل هاي الحلقة اللي كان بها دولار ومدري شنو بهاي الحلقة طبعا احمد مساد رد على وسام على المقطع يعني غرفة صراحة ثلاثة ما اعرف صراحة انذا هو كان رد ولا هو يعني مصور قبل المهم المقطع صراحة كان مرة جميل وبنفس الوقت الرد كان صراحة قوي يعني من احمد مساد فراح خليكم تشوفو هي لقطة كان نتكلم فيها على وسام رححط لكم اللقطة شوفوها وبعدها رح تعرفون رأيي بالموضوع او يعني هو مش رأيي رححق لكم بس انه ايش وجهت نظري على الموضوع ويلا شوفوا اللقطة هاي وبعدين نكمل مواطنين استنوا علي شوي بلا رح اطلع من الموضوع ثواني الو اهو وسام تاخت كيفك اشلونك حبيبي انت اولاد بلدك طلبوا مني بالتعليقات اني احكي عن اوجاعهم قل لي بالله كونك انت سوري ليش ما عد بتدافع عن السوريين يلي برا ولا يلي الجوه اشو قلت عم تتحدى البنات عندك يمسحوا مكياجهم ومي يربح؟ اه والله اسف عطلتك يا اخوي هاي شغلة مهمة كثير لا 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 اكيد تحدياتك وصاحباتك اهم من ولاد بلدك وبلدك كمان تصفي الغوطان كلها يزم قدام طب خلص خلص يلا انقلعي نعان او اللي نفضك بكنجرة روح روح انقلع هاجمني وقول عني اني باشتغلي الانسانية بدال ما عن عدي منك واشتغل اتفاهة والسقاطة انقلع هاجمني انقلع نعان او اللي طرق قلبهم واكونا يا جماعة الخير وبس يا شباب هذا هو كان مقطعنا اليوم انطوني رأيكم بالكومنتات انا صراحة رأيي يعني مش شو صراحة ما عندي رأيي يعني مش عارف صراحة ليش اساسا صارت بياتهم مشكلة يعني صراحة احس المشكلة من البداية من وسام انو الاغنية يعني بظل بظل كانت بايخة صراحة احس ما كان المفروض اساسا وسام يزعل على هذا الشي وبنفس الوقت بما انه مكانوا اصدقاء فغلط على احمد بساد اساسا ان كان ينتقدوا الاغنية الذي ياخذ اذن من وسام وبس يا شباب الهنام وطنين هذه المقطعات السنة اطلناك اشاركم بالقناة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة